اشتركوا في القناة هو كأن الجولة كلها لم تكن يعني كل شيء يبقى على ما هو عليه المباراة أو الجولة الرابعة في تصفيات مجموعتنا تحديدا انتهت كلها بالتعادل سواء جيبهوتي مع إثيوبيا المباراة تلعبت قبل مباراتنا ثم مباراة مصر مع غينيا بيساو ثم بعد كده سيراليون حقيقة قامت بالواجب وزيادة وتعدت مع بوركينا فالستة فرق كل فريق خد نقطة فبالتالي جدول الترتيب لم يتغيروا ده في حد ذاته إلى حد كبير مطمئن الحمد لله عدنا المرحلة أو المطاب الصعب ده وان كان لنا وقفة الحقيقة وليه همسة همست ده ترتيب المجموعة بعد مباراة الجولة الرابعة اللي تلعبت مباراة مصر لسه في الصدارة برصيد 10 نقاط وحفظت على فارق الأربع نقاط مع غينيا بيساو اللي بتيجي في المركز التاني برصيد 6 نقاط ثم بوركينا وسيراليون نتعدلوا في المباراة تلعبت بالليل كل واحد من المنتخبين دول رفع رصيده لخمس نقاط ثم تعادل إثيوبيا مع جيبوتي فرفع رصيد إثيوبيا في المركز الخامس ل3 نقاط وجيبوتي حصلت على النقطة الأولى في التصفيات يتبقى لنا في الدور الأول من التصفيات مواجهة إثيوبيا يعني مصر لعبت جيبوتي سيراليون بوركينا وغينيا بيساو يتبقى لنا مواجهة واحدة مع إثيوبيا ويبقى كده الدور الأول من مرحلة المجموعات انتهى ونخش على الخمسة الثانين اللي هتلاعبوا هما كل الست المتشاط هيتلاعبوا إن شاء الله بإذن الله في السنة اللي جاية في فرصة قدام كابتن حسام إنه يقدر يشتغل يحضر يرتب أوراقه يرتب أفكاره لأنه أنا بتهالي المنتخب محتاج شغل كبير يعني بصوا لو تكلمنا كورة طبعا أنا مش عايزة أظهر بمظهر الشخص اللي بيقصوا على الجهاز الفني أو على لعبتنا لأنه الحقيقة برضو اللعيبة والجهاز الفني بيلعبوا في ظروف صعبة جدا وهنا الكلام على الاتحاد الأفريقي والكلام على الاتحادات الأهلية في أفريقيا بشكل عام والمصر الكورة القدم بشكل خاص إحنا ظروفنا غير إحنا شفنا ده على مستوى الأندية والأهلي يمكن نتكلم في ده مع التحاد الأفريقي وكلام النادي الأهلي بصفة واحد من كبار القوم في القارة كان لي صداء والناس سمعت ظروف قارة أفريقيا تختلف تماما يا جماعة مش بس عن أوروبا عشان ما تقول ما حدش قول هو أنتوا ليه بتقرنونها بأوروبا لا هي تختلف تقريبا عن كل القارات نظام التصفيات في أفريقيا يختلف جملة وتفصيلا عن أوروبا وعن أسيا وعن أمريكا الجنوبية وعن الكونكا كاف اللي هي أمريكا الشمالية وما حولها عدد الدول اللي بتشارك فيه التصفيات كبير الظروف أنك أنت تخد المباريات وعملات السفر والإرهاق والأجواء اللي أنت بتلعب فيها والملاعب اللي بفهاش تجهيزات سواء إضاءة أو فار أو إلى آخره تختلف تماما عن أوروبا وأسيا حتى الدنيا عندهم هناك سهلة الوسائل الانتقال سهلة ظروف الإقامة سهلة توفر الملاعب المجهزة سهلة يعني القصة غير في أفريقيا إيه الداعي نحن نحط تصفيات كاس عالم اللي هي أهم حاجة بتسعى لها المنتخبات الأفريقية إنها توصل لها إن نحطها في أجندة دياءة بالشكل ده وإحنا عارفين إنه كل الفرقة تلعب مباراة على أرضها ومباراة خرج أرضها ويبقى الفرق الزمني بينهم 72 ساعة عالما بإنه بقيت السنة كلها فاضية إيه الداعي لده أنا حياة مش قادر أفهمه لازم نحن حياة كاتحاد مصري يتواصل بقى وعد أقد إنه إحنا عندنا قوامات كبيرة جدا سواء مسؤولين بشكل رسمي أو حتى مش مسؤولين لكن ممكن يكون لهم دور في عملية التواصل إحنا محتاجين شوية وخصوصا إنه على مستوى البطولات المحلية كمان إحنا عندنا اللعيبة الحياة مستنزفة تبتكلم إنه النهاردة أغلب دوريات العالم انتهت اللعب المصري ما زال في نص الموسم محدش يقول لي ارتباطات الأهلي وارتباطات الأندية اللي بتشارك في أفريقيا ومشاركة أهلي في كاس العالم معظم في دوري ما لعبتش تقريبا تلتين عدد مطشطة فبالتالي إنت بتتكلم على إكحاف شديد جدا اللي هو اللعبين اللي بيلعبوا وكانهم مستنزفين لكن برضو عشان ما نبقاش واخد الموضوع في إطار الشماعة اللي حصل في المطشين يخلينا نحط أو يخلي كابتن حسام حسن يحطه قدام نفسه كده علامات استفهام مفترض أنه يشتغل عليها في الفترة اللي جاي